بسم الله هنكمل درس الاستضاقة كنا وقفنا اخر مرة عند الاستضاقة هي عبارة عن معدل استدام الضوء بوحدة المساحات للسطح. فقلنا ببساطة ان الاستضاقة عبارة عن التدفق الضوء اللي طالع من المصدر المضيق على المساحة اللي بيقع عليه. وقلنا ان الضوء بينتشر في جميع الاتجاهات. عشان كده لو انا عايز اجرب احسب استضاقة مصدر فكأني هحاول ان انا احيط المصدر ده بكورة عشان استفاد من كل التدفق الضوء اللي طالع منه. وبالتالي حساباتي تبقى صح. فقلنا ان الاستضاقة هتساوي التدفق الضوء للمصدر على المساحة الداخلية لسطح كرة. وبالتالي نقدر دقول ان الاستضاقة هي عبارة عن الاستضاقة على جسم. تساوي ناتج قسمة التدفق الضوء للمصدر. الضوء على المساحة السطحية لكرة نصف كترها يساوي بعد الجسم من مصدر اللي هو بوصف القانون ده هو التدفق الضوء مقسوم على المساحة الداخلية لسطح كرة نصف كترها بعد الجسم عن مصدر الضوء. طيب الحاجة الوحيدة الزيادة عندنا. هناخد مصطلح جديد اسمه شدة الاضاءة. ايه هي شدة الاضاءة? شدة الاضاءة هي هيها نفس تعريف الاستضاقة بالزبط ولكن هخصص حاجة واحدة بس. تعالوا نشوف ايه هي. شدة الاضاءة بتساوي التدفق الضوء الساقط على واحد متر تربيع من السطح الداخلي لكرة نصف كترها. لغاية هنا هو هو نفس الكلام. ولكن الاستضاقة كان لأي ممكن احسب الاستضاقة على اي بعد. بعوض بالار باي رقم. لكن شدة الاضاءة لما الار تساوي واحد. يبقى بتساوي التدفق الضوء الساقط على واحد متر تربيع من السطح الداخلي لنص كرة كترها. نص كترها واحد متر. يبقى هي دي الزيادة الوحيدة عندنا النهاردة. ان انا خصصت الاستضاقة بتاعة الكورة اللي نص كترها واحد متر. وقمت اعمل لها مصطلح لوحدها. سميته الاستضاقة. ومش كده وبس. انا عملت لها كمان واحدة. وسميت شدة الاضاءة بتتقاس بوحدة الشمعة. اللي هي. كندل. اختصارها سي دي. طيب افهم من كده ان العلاقة الرياضية بتساوي ايه? شدة الاضاءة. هتساوي بي على اربعة باي. والار بواحد تربيع. طب واحد التربيع ده بيساوي ايه? واحد. واحد فاربعة باي بيساوي ايه? بيساوي اربعة باي. يعني اقدر اشيل الواحد ده خالص. يبقى شدة الاضاءة لما اشوفها في اي حتة في الدنيا او مش هيلكلمة الاضاءة واحط بي على اربعة باي. بس كده. هو ده الجزء الجديد النهاردة. طيب تعالوا نشوف المثال اللي في الكتاب. فيه في بعض الدول او في بعض المناطق لما تروح تشتري مسلا مصباح او تروح تشتري لمبة نيون او ايا كان. بيبقى الواحدة بتاعتها مش بتبقى باللوكس او باللومن. بيبقى واحدة الاضاءة بتاعتها شدة الاضاءة بتاعتها بيقولك بتتقاس بالشمعة. عشان كده شدة الاضاءة بيقول ان بتحدد بعض المصادر المضيقة بوحدة الشمعة. والشمعة ديت ليست مقياس للتدفق الضوئي. فاكرين التدفق الضوئي بيتقاس بايه? باللومن. ولكن هي مقياس لشدة الاضاءة. وشدة الاضاءة لمصدر نقطي بتساوي التدفق الضوئي. الساقط على واحد متر تربيع من السطح الداخلي الكرة نص كترها لغاية كده ده تعريف الاستضاءة. ايه اللي زاد علي في تعريف شدة الاضاءة? ان انا حددت نص الكتر بتاع الكرة. واحد متر. لذلك فان شدة الاضاءة بتساوي التدفق الضوئي مقسوم على اربعة باي. لان لو ضربت في الار تربيع اللي هي بواحد فممكن اشيلها عادي. فشدة المصباح الضوئي اللي تدفقه الف سبعمائة وخمسين هتساوي الف سبعمائة وخمسين على اربعة باي اللي هي مية تسعة وتلاتين كندل. طيب تعالوا نشوف المسال اللي تحت ده هو بيقول لي في حالتين عايز يتأكد من فهمي للي احنا قلنا ده كله. بيقول لي اول حالة لو انا عايز الاستداءة على جانب الحاجز من المصباح تساوي الاستداءة على جانب الحاجز. من الشمعة. فهحتاج تدفق ضوء المصباح قد ايه? هو بيقول لي ان انت عندك هنا شمعة على بعد ار. والمصباح على بعد اتنين ار. يعني هو بيقول ان ار اتنين اللي هي بتاعت المصباح. بتساوي اتنين ار واحد اللي هي بتاعت الشمعة. يعني لو الشمعة مسلا على بعد خمسة متر. المصباح على بعد عشرة متر. فاحنا عايزين ايه? هو بيقول لي انا عايز استداءة الحاجز ده. بتساوي استداءة الحاجز من الجنب التاني ده. ازاي هنعملها والمسافة مختلفة? تعالوا نحلها مع بعض. هو بيقول لي انا عايز الايه الاستداءة بتاعت المصباح. ساوي الاستداءة بتاعت الشمعة. طيب تعال هنشيل الايه ونحط القانون بتاعها. بي تضفق الضوء للمصباح على اربعة باقي ار اتنين. الار بتاعت انا سميتها ار اتنين. وسميت البعد ما بين الشمعة والحاجز ار واحد تربيع. والاستداءة بتاعت الشمعة بتساوي تضفق الضوء بتاع الشمعة على مساحة السطح اللي هي اربعة باي ار واحد تربيع. طيب. انا دلوقتي عشان اجيب علاقة ما بين الاتنين دول. مش ده اللي انا طالبه. انا عايز التضفق الضوء بتاع المصباح هيكون قد ايه من التضفق الضوء بتاع الشمعة. فلازم ان باقي الحاجات كلها تكون متساوية. او بتكون لنفس المتغيرات عشان اقارن ما بين الحاجتين دول. طيب انا عندي هنا ار اتنين وهنا ار واحد. هل اقدر اشيل واحدة وحطها بدلالة تانية? اه لان انا عندي علاقة بتقول ان ار اتنين اللي هي بتاعت المصباح ضعف ار واحد. فتعالوا نشيل الار اتنين ونحط قيمتها اللي هي اتنين ار واحد. فبيه مصباح على اربعة باي هشيل الار اتنين وحط اتنين ار واحد تربيع. بيساوي بيه شمعة على اربعة باي ار واحد تربيع. تعالوا نفك التربيع ده. التربيع اللي فوق القوس بيتوازع للجوه ده. بيم صباح على اربعة باي مضروبة اتنين تربيع اللي هي اربعة ار واحد تربيع بي شمعة على اربعة باي ار واحد تربيع. طيب الاربعة باي هي الاربعة باي يعني يروحوا مع بعض. وكمان الار واحد تربيع هي هي р واحد تربيع فتروح مع بعض. فستنتج من كده ايه هضرب طرفين في وسطين هنا واحد فهضرب بيم اصباح في واحد بيم اصباح وهنا تبقى لي اربعة في بي شمع اللي هي اربعة بي شمع وهو ده الاستنتاج بتاعي ان لو انا عايز الاستضاقة على جانب الحاجز من الناحيتين يكون متساوي فانا محتاج مصباح تدفق الضوئي اربع مرات من التدفق الضوئي بتاع الشمع وده طبعا منطقي مش هانا المسافة بعدت وبالتالي لو المصباح ده نفس التدفق الضوئي بتاع الشمع هلاقي الاستضاقة طب انا عايز نفس الاستضاقة يبقى هكبر التدفق الضوئي بتاع المصباح عشان يوصلي على البعد الكبير ده الخمس اشعة دول ويبقى قد الخمس اشعة دول ويبقى الاستضاقة متساوية على جانبي الحاجز وده الكلام اللي هو بيقوله بيقول في الشكل ده لو بعض المصباح من الحاجز يساوي مثلي بعض الشمعة منه عشان تكون اصطداءة سطح الحاجز المواجه للمصباح مساوية لاستضاقة سطح الحاجز المواجه للشمعة لازم يكون في ايه ان اضاءة المصباح اقوى من اضاءة الشمع اربع مرات يعني ايه يعني شدة الاضاءة المصباح تكون اربع ضعاف شدة الاضاءة للشمع طيب الحالة التانية بيقول لي لو التضفق الضوئي لو شدة الإضاءة للمصباح بتساوي شدة الإضاءة للشمعة يعني هو هنا مديني معطى مختلف الشمعة والمصباح ليهم نفس شدة الإضاءة فتتوقع ان الاستضاءة بتاعة المصباح الاستضاءة بتاعة الحاجز من ناحية المصباح هتساوي قد ايه من الاستضاءة بتاعة الحاجز من ناحية الشمعة تعالوا نثبتها مع بعض كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنترجم الكلام العربي ده لفيزيا شدة الإضاءة ايه القانون بتاعها بي على اربع باي ما سمعش حد يقول لي شدة الإضاءة بتعتبر انها ارب واحد طيب بي مصباح على اربع باي هتساوي بي شمعة على اربع باي اللي اربع باي هي اللي اربع باي فاستنتج من المعطى اللي هو مدهوني ان التدفق الضوئي بتاع المصباح بيساوي التدفق الضوئي بتاع الشمعة طيب تعالى نقارن ما بين الاستداءة الاستداءة بتاعت المصباح هتساوي ايه بي مصباح على اربع باي ار اتنين تربية اللي هي الار بتاعت المصباح اللي هي ضعف المسافة والاستداءة بتاعت الشمعة بتساوي ايه بي شمعة على اربع باي ار واحد تربية طيب فطالما انا اثبت ان بي مصباح بتساوي بي شمعة فانا كده رجعت لعلاقة التربية العكسي يعني ايه يعني كاني بقول ان الشمعة ديت كانت على بعض ار ودتها على بعض اتنين ار فايه اللي هيحصل الاستداءة لان التضفق الضوئي هو هو فكاني شلت واحدة وحطت التانية طب انا كانت عندي الشمعة على بعض ار دلوقتي بقت على بعض اتنين ار يعني ايه اللي حصل للمسافة اتضعفت فتتوقع ايه اللي هيحصل للاستداءة علاقة تربيع عكسي لو فاكرين قلنا ان النس بنسهلها ازاي ربع وشقلب يعني ايه المسافة اتضعفت فتربعها اربعة شقلبها تبقى ربع يبقى استداءة المصباح هتكون بتساوي ربع استداءة الشمعة لان المسافة زادت الضعف وبالتالي الاستداءة هتقل للربع فهو بيقول اما اذا كان للمصدرين نفس شدة الاضاءة فهتكون استداءة السطح المواجه للمصباح اللي بيبعد من الحاجز مسافة اتنين ربع استداءة سطح الحاجز المواجه للشمعة ليه لان التضفق الضوئي هو هو فمعنى كده كاني جبت الشمعة ديت وقمت بدل ما كانت على بعض قمت مزود المسافة نخليها اتنين فالاستداءة بتتناسب مع المسافة علاقة تربيع عكسي ففاكرين لما قلنا ان الاي بتساوي بي على اربعة باوي ار سكوير الاي بتتناسب مع بي ترضي وبتتناسب مع المسافة تربيع عكسي يعني بتتناسب عكسي ولكن مع التربيع طيب هنا احنا هنتكلم عن استخدام القانون بتاع الاستداءة ده في الواقع العملي بتلاحظوا دايما ان احنا بنرمز المصدر الاضاءة ان هو عبارة عن نقطة وبنرسم منها الاشعة ولكن في الواقع انت مثلا المصباح ده بيبقى عليه عدد لا متناهي من النقط اللي طالع منها اشعة فاحنا عشان بنسهل على نفسنا فبنعتبره مصدر نقطي لان لو انا عندي مثلا سطح كده ف التدفق اللي طالع عليه بيبقى جزء بس من التدفق الدوق اللي طالع من المصباح فامتا هاعتبر ان استخدام القانون ده هيكون صحيح ويديني نتائج دقيقة بنقول ان لما يبقى في حالات التدفق الدوق اللي طالع من المصدر معظمه او كله ساقط على السطح يعني امتى القانون ده يبقى صالح معي الاستخدام اذا كان الضوء الساقط من المصدر عموديا على السطح الذي يضيقه يعني ايه يعني لو عندي مصباح عامل كده وعندي كتاب عامل كده فطالما الدوق ساقط عموديا فانا كده ضمنت ان معظم التدفق الدوق اللي طالع منه هيكون بينور لي الكتاب فلما اجي استخدم واقول ان التدفق الدوق بتاع المصباح على المساحة اللي هي البعد ما بين المصباح والكتاب فيقدر يطلع لنتائج دقيقة او ان المصادر المضيقة تكون صغيرة يعني ايه يعني لو عندي جدار مثلا اهو فهستخدم مثلا كشاف كده صغير فالكشاف ده هيطلع لتدفق ضوئي اقدر ان انا استقبل كل التدفق الضوئي دوت على الجدار فهعتبر ان المصدر المضيق الصغير ده مصدر نقاطي او ان هي تكون بعيدة بشكل كافي لتعتبر مصدر نقاطي يعني ايه يعني لو عندي عربية وطبعا النور بتاعها بيبقى عالي جدا فما ينفعش ان انا اجي مثلا على جدار قريب كده واحسب التدفق الضوئي بتاعها لان هلاقي ان مش كل التدفق الضوئي اللي طالع استضم بالسطح فلو السطح بعيد هلاقي ان هو قدر يستقبل معظم التدفق الضوئي فهعتبر ده مصدر نقاطي واستخدام القانون ده هيبقى ساري معايا امال مش هيبقى ساري امتى في حالة المصابيح الكبيرة زي مثلا لامبانيون وانت امت جاي تحتها كده وعمال تقرأ فمش هينفع تحسب استضاقة اللمبة ديت على الكتاب بالقانون البي على اربعة باي ار سكوير ليه؟ لان اصلا البي اللي طالع من المصباح مش كلها وقعت على الجسم وسببت الاستضاقة بتاعته فهتعوض ببيه كبيرة جدا فمش هيطلع معاك الاستضاقة باركام دقيقة او ان الاجسام قريبة جدا من المصادر نقول الكلام تاني تذكر ان التدفق الضوئي للمصدر الضوئي بيتوزع في كل الاتجاهات لذا فان جزء بسيط بس منه هو اللي بيكون متاح لإضاءة الجسم وبالتالي عشان يكون استخدام المعادلة دي صحيح لازم في حالتين لو الضوء المنبعث من المصدر الضوئي بيسقط عموديا على السطح اللي بيضيقه او ان المصادر المضيئة تكون صغيرة او بعيدة بشكل كافي ان انت تعتبرها مصادر نقطية فامتا هتكون المعادلة دي ما ينفعش استخدمها او مش هتديني قيم دقيقة لو بفعل المصابيح الفلورسنتية الطويلة وبالتالي هتطلع تدفق ضوئي في مناطق كبيرة جدا او المصابيح القريبة من الاسطح التي تدقها فهو بيقول ان لازم المهندسين اللي بيصمموا اضاءة اماكن ان هم يكونوا عارفين المصطلحات دي كويس والمفاهيم دي كويس فلو مثلا عايز اصمم اضاءة في الصف في الفصل بتاع المدرسة فما ينفعش اجيب مصدر ضوئي واحد واقول ان انا كده اضاءت كل الصف ليه؟ لان هلاقي ديسكات او كراسي بتاع الطلبة هلاقيها منورة بشكل كويس وديسكات تانية هلاقيها منورة بشكل خافت اهمال اعمل ايه؟ الحل ان انا جيب مصادر اضاءة على ابعاد متساوية عشان اضمن ان مفيش اماكن مظلمة وبرضو هو زي ما بيقوله لو المطلوب هو توزيع الاضاءة بالتساوي على منطقة لتجنب وجود مناطق مظلمة فيها التصميم المناسب ان انا وزع مصادر الضوء على المساحة المطلوبة بحيث تكون المسافات متساوية زي نارد غرف الصف وبسبب عدم قدرة مصادر الاضاءة ان هي توزع الاضاءة لوحدها بالتساوي بيصمم المهندسين مصادر اضاءة خاصة يقدروا ان هي تتحكم في توزيع الاضاءة يعني اخترعوا مصادر اضاءة ان هي تقدر ان هي تقدر توجه الضوء لنحية معينة ويقدروا من خلالها ان هم يعكسوها ويتحكموا فيها بحيث ان هي تضيق اماكن معينة ويقدروا يتحكموا بيها زي انظمة الانارة الموزعة بانتظامها على مساحات كبيرة وقد بوزلت جهود كبيرة في هذا المجال وخاصة المصابيح الامامية للسيارات السيارات مهمة جدا فيها الاضاءة لان لو انت بالليل وفي حتة انت مش شايفها فبتكون خطر جدا فما ينفعش المصباح بتاع السيارة يكون عبارة عن مصباح واحد هتلاقي الدنيا اللي قدامك دي منورة جدا ولكن الجوانب هتلاقيها اقل استضاءة فعشان كده هتلاقيها عبارة عن مصابيح كتير بالتساوي بحيث ان هي توفر لك نفس الاضاءة فكل الاماكن وما يكونش فيه اماكن مظلمة ده كده الدرس الاولاني تعالوا نحل كده كذا مسألة بحيث نشوف بالتحل ازاي ومفيش اسهل منها احنا كل القوانين اللي قلناها لغاية دلوقتي اللي استضاءة بتساوي P على 4B R² ده بعد الجسم من المصدر المضيق بالمتر والتضفق الضوئي بيكون باللومن هيطلع علينا النتيجة باللوكس وقلنا ان شدة الاضاءة بتساوي P على 4B وبتتقاس بالكاندل ما قلناش حاجة تانية غير كده وده كل اللي احنا هنستخدمه في المسائل طب تعالوا نشوف فحل المسائل الحاجة الوحيدة اللي انا عايزكم تخلوا بالكم منها ان احنا نترجم الكلام العربي للغة الفيزيائية هو فيه كده؟ اه تعالوا نشوف ما الاستضاءة الواقع على سطح مكتب؟ هل الاستضاءة دي سمعتها في لغة الفيزياء قبل كده؟ اه تعالوا نحولها للغة فيزياء الاستضاءة اللي هي الايه؟ بيقول لي اذا اضيق بمصباح تدفقه الضوئي الف سبعمائة وخمسين لومين ويبعد اتنين ونص متر عنه بحيث تسقط اشاعة الضوء عمودية على سطح المكتب هو ليه قال الكلمة الاخيرة دي؟ بسبب الكلام اللي في الصفحة القابلة دي ان انا قلنا ان احنا بنستخدم امتى القانون ده؟ في حالتين في حالة ان الضوء الساقط من المصدر عمودي على السطح اللي بيضيقه او الحالة التانية ان المصادر الضوئية دي صغيرة او بعيدة بشكل كيف ان انا اعتبرها مصدر نقتي فهو هنا بيقول لي يعني بوساطة استخدم القانون دوت ولا يهمك هيطلع معاك النتائج صح لان احنا الاشعب تسقط عمودية فهتقدر ان كل التدفق الضوئي هيسقط على السطح فهيطلع معاك نتائج دقيقة طيب هو عايز الاستداءة فقلنا الاستداءة بتساوي بي بتاعة المصدر على اربعة باي ار سكوير اللي هو بعض المصدر من الجسم وتعالى نعوض البي بالف سبعمائة وخمسين اربعة باي الار باتنين ونص تربية تعالوا نحسبها الف سبعمائة وخمسين على اربعة باي والمسافة اتنين ونص تربية طلعت باتنين وعشرين وثلاثة لوكس يبقى الاستداءة عندي باتنين وعشرين وثلاثة من عشرة لوكس بس كده اه بس كده مفيش هسهل من كده طيب تعالوا نجرف في كذا مسألة تحت عشان نشوف ان الموضوع فعلا بسيط اذا صلت مصباح بشكل عمودي فوق كتاب برضو كلمة دية عشان يقولي استخدم القانون بتاع الاستداءة براحتك من ارتفاع تلاتين سنتي وبعد كده رفعت المصباح ده لتسعين سنتي يعني هو مدين ايه مدين ار واحد بتلاتين سنتي ومدين ار اتنين بتسعين سنتي وبعدين بيقولي كارم بين استداءة الكتاب قبل وبعد طيب انحلها ازاي انا دلوقتي المسافة حصل فيها ايه برافو اتضعفت تلات مرات يعني ار اتنين بتساوي تلاتة ار واحد يبقى سهلة ووسيطة ايه اللي هيحصل للاستداءة علاقة تربيع عكسي الاستداءة يبقى ربع شالب ما فيش اسهل من كده لما المسافة زادت تلات اضعف ايه اللي هيحصل للاستداءة علاقة تربيع عكسي يبقى ربع وشقلب فمعنى كده ان الاستداءة التانية هتبقى اقلب تسع مرات من الاستداءة الاولانية جميل المسألة التانية هتبقى اقلب تسع مرات بيقول لي ارسم منحنى بياني يمثل الاستداءة النتجة عن مصباح تدفك الضوئي يبقى بترجم على طول انه هو هنا مديني البي لالفين متين خمسة وسبعين لومن بين نص متر وخمسة متر يعني قاعد يبعد المصباح ده عن الجسم من مسافة نص متر لمسافة خمسة متر وعايزني اثبت لنفسي ان فعلا الاستداءة بتتناسب مع المسافة علاقة تربيع عكسي طب تيجوا نشوفها هنحلها ازاي ديت هجيبوا الاستداءة عند نص متر كانت بكامل البي على اربعة باي في اول مسافة اللي هي نص متر وقاور اتنين بتسوي خمسة متر اربعة باي في نص تربيع طلعت بسبعمية اربعة وعشرين لكس طيب الاستداءة لما عدنا نبعد المصباح لغاية لما وصلت لخمسة متر هنعوض عن الار بخمسة ونشوفها تطلع بكامل طلعت بسبعة وعشرين لكس يبقى طبعا حلي مظبوط ان طول ما المسافة بتبعت كل ما الاستداءة بتقل طيب ايه الفكرة بقى؟ كل الفكرة بتاعت المسألة ديت هي المنحنة البياني هرسمه ازاي؟ هرسم العلاقة ما بين ار وما بين الاستداءة الار على محور اكس لان دي اللي بتتغير والاستداءة على محور واي لانها متغير تابع طيب الاستداءة لما كانت المسافة نص متر كانت الاستداءة كام؟ سبعمية اربعة وعشرين طب لما عدنا نبعد بالمسافة لغاية لما وصلنا خمسة متر كانت الاستداءة بكام؟ كانت الاستداءة بسبعة بوينت اربعة وعشرين وبالتالي لان العلاقة بينهم علاقة تربيع عكسي فبتبقى العلاقة عاملة كده لو العلاقة خطية عادي فالعلاقة هتبقى عاملة كده ولكن عشان علاقة تربيع عكسي فهتبقى المنحنة البياني بالشكل ده سهلة وما فيهاش اي حاجة طيب تعال نشوف المسألة رقم تلاتة مصدر ضوء نقطي شدة اضاءته اربعة وستين كاندل يبقى بنكتب المواطيات على جنب كده شدة الاضاءة بتساوي اربعة وستين كاندل يقع على ارتفاع تلاتة متر يعني مدين ان الار بتلاتة متر فوق لوحة ما مقدار اضاءة اللوحة بوحدة اللوكس عايز الاستداءة طب هي الاستداءة بتساوي ايه؟ بتساوي بي على اربعة باي ار سكوير عشان اجيب الاستداءة محتاج التدفق الضائي بتاع المصدر ده والمسافة هو مديني المسافة طب هلا اقدر اجيب التدفق الضائي من شدة الاضاءة تعال نشوف ايه قانون شدة الاضاءة؟ بي على اربعة باي هو بيقولي ان شدة الاضاءة بتساوي كام؟ اربعة وستين فبسهولة جدا هقدر اجيب ان التدفق الضائي بيساوي اربعة وستين فاربعة باي بيساوي متين ستة وخمسين باي هعوض بشدة الاضاءة ديت في القانون بتاعنا متين ستة وخمسين باي على اربعة باي والار بتلاتة تربية يبقى اربعة وستين فاربعة باي على اربعة باي في الار اللي هي تلاتة تربية طلعت بسبعة واحد من عشرة لوكس يبقى الاستداقة بتاعتي هتساوي سبعة واحد من عشرة لوكس مش هنطول على عن كده عشان الفيديو ميزيتش معانا فلو حبين او لو وقف معاكو اي مشكلة في الاربع مسائل باقيين قولونا وممكن نحلهم في فيديو تاني ان شاء الله يارب يكون الشرح مفهوم والدنيا كلها بسيطة والقوانين مفهومة وسهلة وبسيطة واشوفكو تاني على خير اشتركوا في القناة